ما يسمى بأبو مازل دي محمود عباس رسمياً يسموه رئيس السلطة الفلسطينية ولكن هو في الحقيقة ليس أكثر من رئيس ميليشيا في خدمة المحتل في خدمة الاحتلال وشفنا هذا اليومين ثلاثة طبعاً الأعلام العصابة وأبواق العصابة فلسطين 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 وكانهم يتحدثون عن صلاح الدين الأيوبي وليس عن شخص يبكي بكاء مر في موت شمعون بيريز شمعون بيريز أحد مؤسسي ما يسمى بالدولة الإسرائيلية وكان في منظمات إرهابية كانت حكم عليهم بريطانيا آنذاك بسنوات سجنه حتى بالإعدام للكثير منهم الذين أسسوا الكائن الإسرائيلي منهم بيريز ويتوثى قبل سنوات واللي شهد موش فقط محمود عباسي قدم التعازي لأهل ولنتنياهو ولأهل بيريز هذا اللي كان رئيس إسرائيل كما يسمع ولكن يبكي بكاء مر هذا هو اللي استقبلوه وهذا هو اللي يسجن أحرار فلسطين بما فيهم المقاومين السلميين يعني بما فيهم المقاومين السلميين واللي أختالت الجهات الميليشيوية اللي هي أجهزة أمنية متعددة ومتصارعة ومتشاكسة ولكنها كلها في خدمة الاحتلال الإسرائيلي هذه الأجهزة أختالت العشرات من الفلسطينيين تحت التعذيب بما فيهم أحيانا مراهقين وأطفال لم يبلغوا حتى أو كانوا في بداية شبابهم فقط لأنهم اكتشفوا عندهم أنهم فكر مقاوم أو يريدون مقاومة أو إلى آخرها كان واحد معروف وكان سرات مظاهرات لمن يتابع الأحداث هناك سرات مظاهرات شديدة في هذه الأشهر الأخيرة لمقتل شخص يسمى بنت وهو فلسطيني يعني يشبه الأسم هذا رئيس وزراء الإسرائيلي اللي جاء اسمه أيضا بنت لكن هذا فلسطيني ومقاوم واختالوه تحت التعذيب حتى الموت هذا هو اللي قد ماتوا الطغمة وقنواتها وجريدها على أساس أن عباس وفلسطين وتحرير فلسطين والمعارضة ونحن مع الفلسطينيين والنظام المغربي مع الصهاينة كلكم مع الصهاينة النظام المغربي رحل مباشر للصهاينة وانتم رايحين عند عملاء الصهاينة وهو أبشع أنتم رايحين عند من سموه مهندس اتفاق أصله وهو اتفاق أنهى القضية الفلسطينية حتى ما بقي من القضية الفلسطينية ولكنه أنشأ ميليشيا تسمى السلطة الفلسطينية تقدم لها أموال من دول غربية وعربية وغيرها لتبقى تتحدث عن فلسطين وعن تحريض فلسطين أو عن الأراضي الفلسطينية الآن طبعا هم يتكلموا عن الأراضي الفلسطينية اللي هي فقط بعد 67 حتى هذه ما قبلوهاش الإسرائيليين والهدف الحقيقة هو تصفية القضية الفلسطينية نهائيا كنت في نقاش مع بعض إخواننا وهناك من يرى يقول لك لا مهما كان يعني يبقى أن هذا الموقف خير من الموقف المغربي الموقف ما تقاسش بالموقف النظام المغربي في رأيه يعني الموقف تقاس الحقائق والحقيقة تقاس بالمبادئ والنظام الجزائري يعرف من هو عباس وإذا كان يعرف وجابوا بهذه الطريقة فهو مدجل دجال هذا تجيل على الناس وعلى الشعب الجزائي وإذا لم يكن يعرف فهو الكارثة أعظم فالحقيقة يعرف وعباس هو نسخة مسغرة السلطة الفلسطينية هي نسخة مسغرة للأنظمة الحاكمة في المنطقة العربية هي نسخة مسغرة يعني نظام السيسي أو العصابة عندنا أو نظام بشار أو نظام سعودية أو نظام الإمارات أو هذه أنظمة للفساد للإستبداد للتعذيب والخيانة في النهاية يعني ليس هذا هو النظام وتكملته لفتح الأجواء للفرنسيين لعودة استعمار إلى مالي على المباشر باش ينقص عليهم المسافة تعالطائرات العسكرية التي تقصف في مالي إذن هذه أنظمة السلطة الفلسطينية هي جزء من هذا النظام العربي المتميز بالفشل بالرداء بالفساد بالتعذيب بالاستبداد وزد ما شئت من الأوصاف لهذا النظام لذلك تقديم على أنها فلسطين وكلها كذب كلها خداع وكلها مكة بالمناسبة هذا عباس يعني آخر اجتماع له مع مسؤول صهيوني هو مع وزير الدفاع هذا الذي زار النظام المغربي هو مع مع هذا الوزير يعني ما هو الفرق إذا كانت تزعمون وأنكم تدينون تطبيع النظام المغربي مع الكيان الإسرائيلي وكل إنسان حر وشريف يدين ذلك ويعترض على ذلك ونعرف أن عدد هائل من المغاربة يعترض على ذلك قد يقبل بعض لأسباب أو لحسابات أو لأنهم ذباب يقولون ذلك أو حتى لأن قناعتهم توصل بأن الحل هو تعاون المهم الفراغماتية قد يقبل ذلك لكن واضح أن هناك اعتراض مغربي شعبي كبير على هذه الخطوة ولكن تعترض على نظام المغربي لأنه استقبل وزير الدفاع الإسرائيلي هذا وزير الأمن الدفاع الإسرائيلي وتستقبل محمود عباس اللي كان آخر لقاءه مع مسؤول صهيوني هو مع هذا وزير الدفاع واللي بالمناسبة قال له أنا مجيش تحدث معك سياسة في خلاص الحديث بين هذا وزير الدفاع وعباس أنه قال له مجيش تحدث معك سياسة ماذا جئت تحدث معه لدعم السلطة الفلسطينية اقتصادية بالضبط ما قامت به العصابة في الجزائر اليوم دعم السلطة الفلسطينية اقتصادية والحقيقة لدي أيضا خط آخر أو رؤية أخرى في هذه النقطة وهو قناعتي أنهم باستقبالهم عباس يريدون أن يرسلوا رسالة وهو رب التطبيع في المنطقة وهو مهندس تطبيع عن طريق اتفاق أصله يريدون أن يرسلوا رسالة للكيان الإسرائيلي من أننا ما تلوموناش هذه فلسطين مع فلسطين ظالمة أو مظلومة وما نحن لو كنجي نحذى فلسطين نحروها وما نشعارف ونفتح الحدود هذه كراهي باش نبيعوها لداخل فقط هذه كراهي الاستهلاك المحلي لمن يريد أن يستغفل هذه كراهي دروشة داخلية ينبيعوها لمن يريد أن يصدقها ومن يريد أن يصدق الكذب والخداء شعب الجزائري يخرج يقول استقلال 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 شعب الجزائري يطالب بتقرير مصيره أنتم تحتلون الشعب الجزائري وتتحدثون عن ضرورة تقرير المصير للشعب الفلسطيني أو الشعب الصحراوي أو شعب من خداء مكر كذب إذن اللي قال الوزير الصهيوني اللي زار نظام المغربي كان مع عباس وكان لدعمه اقتصاديا وهو بالضبط ما قمتم به من أموال الشعب الجزائري مئة مليون دولار مئة مليون دولار ما يساوي في السوق السوداء في سوق العملة ألف وثمانمائة مليار موسيقى